يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة التاشعة والثلاثون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحراري في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك مرحلة الظهور المسار الثاني مسار التغيير العظيم وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى حديث إجمالي عن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور وبينت لكم من أن الصورة الفائقة لمرحلة الظهور نتاج لكل ما تقدم من الكلام فيما يرتبط بمرحلة الظهور ولا أريد أن أعيده وهي تتألف من مجموعة عنوين مرحلة الظهور الفائقة تتألف من العناوين التالية القيادة الفائقة البرنامج الفائق الطبيعة الفائقة الرجال والنساء الفائقون التقنيات الفائقة الحياة الفائقة مراد من ذلك أساليب الحياة والعيش الحياة الفائقة منظومة العلاقات الفائقة هذه العناوين تمثل أهم الجهات التي تحدثت عنها كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سأتناولها اتباعا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة وأعرض بين أيديكم نماذج من كلماتهم وأحاديثهم ورواياتهم الشريفة إذن سنبدأ من العنوان الأول القيادة الفائقة ويتجلى هذا التفوق في تفعيل الولاية التكوينية والولاية التشريعية ولذا فإن الأمور ستجري في سياق آخر ستتبدل كل الأشياء منها ما هو على مستوى التكوين ومنها ما هو على مستوى التشريع العنوان الأول القيادة الفائقة وسأعرض نماذج من الأحاديث قطعا جاءت بلسان المدارات إنها مدارات للمتلقي لأمثالنا الجزء الثاني من كمال الدين للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية واحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى إيران في صفحة السابعة والخمسين إنه الحديث الخامس بسنده بسند الصدوق عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه إمامنا الرضا يقول لا دين لمن لا ورع له روح الدين الورع والمراد من الورع في جوهر معناه أن نكون مع محمد وآل محمد كما يريدون هذا هو الورع أما هذا المعنى الذي يشيع في الأوساط الدينية هو مأخوذ عن الصحابة من أن الورع بإمكان الإنسان أن يكون ورعا بنفسه لنفسه من نفسه أن يتجنب المحرمات وأن يأتي بالطاعات هذا المعنى لا قيمة له إن لم يكن في سياق التسليم لمحمد وآل محمد الورع هنا الورع أن يكون الإنسان كما يريد محمد وآل محمد قطعاً الورع على درجات وكل إنسان بحسب ما يتمكن أنا لا أريد أن أشرح الأحاديث لأن الدخول في تفاصيل هذه الكلمات سيجعلني أقف عند حديث واحد وأترك بقية الأحاديث سأعرضها لكم بالإجمال لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له إن أكرمكم عند الله عز وجل أعملكم بالتقية بحسب موازين العترة الطاهرة التقية في ثقافة العترة الطاهرة هي أسلوب عمل ولذا فإن الظروف هي التي تتحكم بتشخيص هذا الأسلوب قد يكون متسعاً في بعض الأزمنة وقد يكون ضيقاً في أزمنة أخرى وقد يكون متلاشياً مثل ما هو الحال في زماننا في أكثر بقاع الأرض فإن التقية صارت متلاشية هذا لا يعني أن تشريع التقية قد رفع فإن التقية باقية حتى قيام القائم لا دين لمن لا ورع له ولا إيمان لمن لا تقية له إن أكرمكم عند الله عز وجل أعملكم بالتقية فقيل له يا ابن رسول الله إلى متى نعمل بالتقية قال إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت إنه اليوم الذي سيذبح فيه إبليس سيعطل البرنامج الإبليسي مثل ما مر علينا هذا الكلام فقيل له يا ابن رسول الله إلى متى قال إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم خروج قائمنا أهل البيت فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا لكن التقية ما هي بعبادة ثابتة في كل الأوقات وفي كل الأمكنة كوجوب الصلاة قد تكون التقية أوجب من الصلاة ولكنها بحسب الظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان لأن التقية لا هي بعقيدة ولا هي بعبادة قد يؤجر عليها الإنسان أجرا يكون أعظم من أجره على العبادات إذا ما جاء بها بحسب شرائطها التقية أسلوب عمل أسلوب عمل فمن ترك التقية قبل خروج قائمنا فليس منا فقيل له يبن رسول الله ومن القائم منكم أهل البيت قال الرابع من ولدي الرابع من ولد الرضا صلوات الله على الرضا وعلى ولده الأطهار الرابع من ولدي أولاد الرضا الجواد الهادي العسكري وبعد ذلك يأتي إمام زماننا الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء إنها سيدة نرجس يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم هذه هي الفسحة الغيبية التي حدثتكم عنها من أن إمام زماننا سيفتح للناس فسحة غيبية يستشعرون من خلالها حلاوة الإيمان ولذة المناجات وطعم العبادة وألق الذكر والأنس بالارتباط بعالم الغيب فإن الإمام مثل ما قال إمامنا الرضا يطهر الله به الأرض من كل جور ويقدسها من كل ظلم وهو الذي يشك الناس في ولادته ووصاحب الغيبة قبل خروجه فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره في رواياتنا من أن الناس ستستغني بنوره عن نور الشمس والقمار فإذا خرج أشرقت الأرض بنوره ووضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحد وهو الذي تطوى له الأرض عملية طي الأرض وهي ترتبط بعملية طي الزمان وطي المكان كل هذا له علاقة بتصرف المعصوم صلوات الله عليه عبر ملكوت الأشياء عبر ملكوت الأرض وهو الذي تطوى له الأرض ولا يكون له ظل هذه علامات المعصوم التي نعرفها ولا يكون له ظل وهو الذي ينادي مناد من السماء يسمعه جميع أهل الأرض بالدعاء إليه يقول ألا إن حجة الله قد ظهر عند بيت الله فاتبعوه فإن الحق معه وفيه وهو قول الله عز وجل إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين الرواية واضحة واضحة جدا هذه هي القيادة الفائقة التي يطهر الله بها الأرض من كل جور ويقدسها يقدس الأرض من كل ظلم فإن الأرض ستكون طاهرة ومقدسة هذه الطهارة وهذه القداسة إنما هي من الطاف القيادة الفائقة بقية المطالب تأتي في نفس هذا السياق القيادة الفائقة هي القيادة التي تحول الأرض إلى أرض طاهرة تحول الأرض إلى أرض مقدسة هذه هذه هي القيادة الفائقة وإلا فكيف ستكون فإن الأرض ستكون طاهرة من الطاف طهارته صلوات الله عليه وإن الأرض ستكون قادسة مقدسة من ألطاف قدسه صلوات وسلام على فنائه الأقدس المقدس ومن المصدر نفسه من الصفحة الثالثة والستين إنه الحديث السابع بسنده بسند الصدوق عن الريان ابن الصلت قال قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليه أنت صاحب هذا الأمر فقال أنا صاحب هذا الأمر فكلهم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله صاحب هذا الأمر أمير المؤمنين الزهراء الحسن الحسين العترة الحسينية من سجادها إلى قائمها كل واحد منهم هو صاحب هذا الأمر الريان ابن الصلت يقول للرضا صلوات على الرضا أنت صاحب هذا الأمر فقال أنا صاحب هذا الأمر ولكني لست بالذي أملأها عدلا كما ملأت جورا وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني ضعف بدني هو جريان في السياق البشري لأن الإمام لا بد أن يظهر بهذا المظهر باعتبار أنه الأسوة وإلا إذا رجع الأمر إلى حقيقة حاله فإن الحديث سيكون مختلفا جدا وكيف أكون ذاك على ما ترى من ضعف بدني وإن القائمة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ غيبته طويلة كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان ما بين الثلاثين إلى الأربعين الناس هكذا تقدر عمره إذا ما نظرت إليه وإن القائمة هو الذي إذا خرج كان في سن الشيوخ ومنظر الشبان قويا في بدنه حتى لو مد يده إلى أعظم شجرة على وجه الأرض لقلعها ولو صاح بين الجبال لتدك دكت صخورها يكون معه عصى موسى وخاتم سليمان الإمام ليس محتاجا لكل هذه العناوين لكن العناوين هذه هي جزء من مجموعة مواريث النبوة ودلائل الإمام هذه وثائق للناس الإمام أسمى من أن يحتاج إلى هذه العناوين يكون معه عصى موسى وخاتم سليمان ذاك الرابع من ولد من ولد الرضا ذاك الرابع من ولد يغيبه الله في ستره ما شاء الله ثم يظهره فيملأ به الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورا وظلم هذه بعض ملامح القيادة الفائقة إنها نماذج من أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى صفحة السادسة والستين بعد الأربعمائة إنه الحديث السادس عشر بسنده بسند الصدوق عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فقال إمامنا الصادق والله ما نزل تأويلها بعد لم يتحقق معنى هذه الآية لا في زمان رسول الله ولا بعد زمان رسول الله وإلى يومنا هذا إنما يتحقق معناها في زمن القائم ويتجلى أعظم وأعظم حتى نصل إلى تأويلها الأعظم في آخر عصر الرجعة العظيمة في الدولة المحمدية العظمى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصادق يقول والله ما نزل تأويلها بعد ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه حتى أن لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله نهى جزء من العملية الجراحية التي سيجريها الإمام في الأشهر الأولى من ظهوره الشريف وبعد ذلك تنتهي الحروب وتنتهي الخلافات بعد استئصال الغدد السرطانية النجسة قطعا أنجسها أنجس تلك الغدد مراجع النجف وكربلاء ولذا فإن الإمام يباشر قتلهم بنفسه صلوات الله عليه لأنهم الأنجس والأقذر والأوسخ إنهم مراجع النجف وكربلاء البتريون اللعناء ألا لعنة الله عليهم الذين سيخرجون لحرب إمام زماننا مر كل هذا الكلام علينا ونقرأ أيضا في المصدر نفسه في صفحة الثانية والسبعين بعد الأربعمائة بسنده بسند الصدق عن محمد بن الفيض عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه كانت عصى موسى لآدم فصارت إلى شعيب ثم صارت إلى موسى بن عمران وإنها لعندنا وإن عهدي بها الإمام الباقر يقول وإن عهدي بها آنفا وهي خضراء كهيئتها إنني كنت قد رأيتها قبل قليل وإن عهدي بها آنفا وهي خضراء كهيئتها حين انتزعت من شجرتها وإنها لتنطق إذا استنطقت أعدت لقائمنا يصنع بها ما كان يصنع موسى بن عمران هذه حجة حجة على اليهود حجة على النصارى حجة على الأمم السابقة حجة على نواصب السقيفة بني ساعدة حجة على نواصب السقيفة بني طوسي وإنها لتنطق إذا استنطقت أعدت لقائمنا يصنع بها ما كان يصنع موسى بن عمران وإنها تصنع ما تؤمر به وإنها حيث ألقيت تلقف ما يأفكون بلسانها لأن الروايات حدثتنا من أنها تنشطر إلى شطرين ويخرج لها لسان لاقف عجيب حدثتنا الروايات عن تفاصيل ما كان يفعل بها موسى لا مجال للحديث عن هذا الموضوع من المصدر نفسه إنها الصفحة الثامنة والستون بعد الأربعمائة الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند الصدوق عن أبان ابن تغلب قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه كأني أنظر إلى القائم عليه السلام على ظهر النجف وإنما جاء التعبير على ظهر النجف لأن أرض النجف عالية فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم فهل هذه فرس كالأفراس التي نعرفها فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق الأدهم الذي يكون لونه قاتما الذي يكون لونه قاتما يقال له الأدهم الألوان الضاربة إلى السوات هي هذه الألوان الدهماء وأما الأبلق فإنه الأبيض الذي الذي يخالطه شيء من السوات هذا يعني أن الوسيلة النقلية التي تتحدث الرواية عنها تشتمل على هذه الألوان فهنا فهناك اللون الأدهم بدرجة من درجات اللون الأسود وهناك اللون الأبلق وهو اللون الأبيض الذي يخالطه السوات وقد يقال للفرس بأنه أبلق حينما يكون في بعض بننه لون السوات وفي جزء آخر لون البيض يقال للفرس إذا كان كذلك بأنه أبلق وقد يكون الفرس محجلا محجلا باللون الأبيض فهو ضارب إلى السوات لكن أرجله في آخرها تكون محجلة باللون الأبيض هذه وسيلة نقلية من تقنيات عالية جدا لأن الأحاديث تخبرنا من أن التقنيات في الدولة المهدوية ستكون متطورة جدا وفائقة جدا وسأحدثكم عنها بحسب الروايات والأحاديث فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرس أدهم أبلق بين عينيه شمراخ الشمراخ غرة الفرس البياض الذي يكون في جبهة الفرس لأن الفرس أدهم وفيه لون أبيض وغرة الفرس اللون الأبيض في جبهة الفرس ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم أية تقنية هذه وأية أجهزة وأية وسائل هذه التي يحدثنا عنها الإمام الصادق هذا ما هو ببث مباشر الصورة تنتقل عبر الأمواج تستلمها الأجهزة وبعد ذلك تظهر الصورة على الشاشات هذه قضية أخرى تقنية أخرى تختلف عن كل هذا الذي نحن نعرفه ونحن نمارسه ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم انتفاض الفرس أن الأجهزة ستشتغل بكل طاقتها هذا هو المرات فإن الفرس حينما تنتفض تكون قد أخرجت كل قوتها وهي مستعدة للحركة بكل طاقتها هذا هو الذي نقصده من انتفاضة الفرس كأني أنظر إلى القائم على ظهر النجف فإذا استوى على ظهر النجف ركب فرسا أدهم أبلق بين عينيه شمراخ ثم ينتفض به فرسه فلا يبقى أهل بلدة إلا وهم يظنون أنه معهم في بلادهم فإذا نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله انحط عليه ثلاثة عشر ألف ملك كلهم ينتظر القائم عليه السلام وهم الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة والذين كانوا مع إبراهيم الخليلي عليه السلام حين ألقي في النار وكانوا مع عيسى عليه السلام حين رفع وأربعة آلاف مسومين ومردفين إنهم ملائكة بدر الملائكة المسومين الملائكة الذين يلبسون البياض ويعتمون بعمامة كعمامة رسول الله لا كهذه العمائم التي يلبسها مراجع النجف وكربلاء هذه عمائم هارون العباسي هذه عمائم المتوكل العباسي المأبون ما هي بعمائم رسول الله عمامة رسول الله بيضاء بيضاء العمائم السوداء عمائم العباسيين العباسيون يعرفون بالمسودة هذا لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن يلبس العمامة السوداء لكن العمامة الرسمية والرمزية والشرعية لرسول الله عمامة بيضاء لها ذؤابتان كان يلقي إحدى الذؤابتين بين كتفيه صلى الله عليه وآله وأما الذؤابة الثانية فإما أن يديرها إلى الطرف الثاني كي يعلقها بعمامته أو أن يضعها على صدره الشريف الملائكة المسومين هم الذين كانوا يفعلون هذا أضحوكة أضحوكة مراجع النجا في رسائلهم العملية حينما يذكرون آداب التكفين يقولون من جملة آداب التكفين وهذا موجود في الأحاديث أن يعمم الميت بعمامة لها ذؤبتان ولكن هم يتعممون في حياتهم بعمامة ليس لها من ذؤابته أما هذا الحنك الذي يظهرونه في أوقات الصلاة فهذه طريقة الشافعي لأن الشافعية هكذا كان يفعل إما أن يجعل حنكه في عمامته يلفه على العمامة وحينما يصلي يفتحه وإما أن يحمل الحنك في جيبه فحينما يريد الصلاة يخرج قطعة القماش كي يعلقها بعمامته هكذا كان يفعل الشافعي والله بأم عين هذه رأيت المرجع القمية المعروف الذي كان يصلي صلاة الجماعة في صحن السيدة المعصومة أتحدث عن المرعش عن شهاب الدين المرعش النجفي بأم عين هذه رأيته وكنت أصلي خلفه أخرج قطعة قماش من جيبه وعلقها بعمامته بالضبط بالضبط مثلما كان الشافع يفعل وهذا يفعلونه يفعلونه وكانوا مع عيسى عليه السلام حين رفع وأربعة آلاف مسومين ومردفين وثلاث مائة وثلاثة عشر ملكا يوم بدر هؤلاء أيضا من المجموعة التي نزلت يوم بدر وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي صلوات الله عليه فلم يؤذن لهم الحسين ما أذن لهم طلبوا من الحسين أن ينصر الحسين في كربلاء الحسين ما أذن لهم قد تقولون لماذا فإن رسول الله قد أذن للملائكة في أن ينصروا سيد سيد الشهداء أراد أن يرسخ وأن يركز المظلومية سيد الشهداء جيش العواطف سيد الشهداء رسخ المظلومية إلى أبعد الحدود في معركة الطفوف الذين كانوا يهاجمون الحسين وكان ينظر في أصلابهم أن من ذراريهم سيكونون شيعة شيعة سيكونون شيعة فإنه ما كان يتعرض لهم مع أنهم يصرون على قتله كان يقتل الذين لا يرى في أصلابهم أحدا من المؤمنين هؤلاء أئمتنا هل هناك من شبيه لهم نحن نتحدث عن أئمة صاغهم الله صياغة خلقهم الله كما يريد كما يريد وكانوا له كما يريد هؤلاء وجهه وآيته العظمى وحجته الكبرى نحن نتحدث عن هؤلاء الأئمة وكل ذلك بحسب معرفتنا القاصرة والمقصرة نحن لا نعرفهم نحن نعرف شيئا ونزرا يسيرا من فضلهم هم الذين يعرفون أنفسهم محمد وآل محمد الله يعرفهم لأنه جعلهم مرآته التي تجلى فيها وهم يعرفون أنفسهم لأنهم قد أحاطوا علما بكل الحقائق وأحاطوا بحقائقهم فهم يعرفون أنفسهم أما نحن نحن لا نعرف شيئا عنهم نحن نعرف شيئا مما تعلمناه من آثارهم صلوات وسلام عليهم وهذه الصلوات هي الأخرى قاصرة ما قيمتي أنا حتى تكون صلاة عليهم تعكس معنا ساميا وشامخا هذه الصلاة عليهم ليست لهم لا يحتاجون لصلاتي هذه الصلاة لتطهير اللسان إنني أطهر نفسي حينما أصلي عليهم وفي الوقت نفسه أستشعر من أن صلاة عليهم لا قيمة لها هم الذين يكسبون صلاة عليهم قيمة نذهب إلى فاصل وأربعة آلاف ملك الذين هبطوا يريدون القتال مع الحسين بن علي صلوات الله عليه فلم يؤذن لهم فصعدوا في السماء وهبطوا وقد قتل الحسين فهم شعث غبر يبكون عند قبر الحسين إلى يوم القيامة حتى بعد أن يظهر القائم يبكون عند قبره يبكون إلى يوم القيامة إلا إذا أريد من القيامة قيام القائم صلوات الله وسلامه عليه وهو عنوان من عناوين قيامه وظهوره وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائك هذه أرض الحسين هذا تراب شرفه الحسين بأنداس عليه بحوافر فرس وما بين قبر الحسين إلى السماء مختلف الملائك هذه شؤونهم هذه شؤونهم التي نحن لا نعرف إلا نزرا يسيرا منها هذه شؤونهم في صفحة التاسعة والستين بعد الأربعمائة عن أبي حمزة الثمالي إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول كأني أنظر إلى القائم عليه السلام قد ظهر على نجف الكوفة الإمام هو الذي يسلم على القائم لست أنا هذا هو الموجود في الرواية كأني أنظر إلى القائم عليه السلام قد ظهر على نجف الكوفة فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله هذه راية خاصة هذه الراية التي أعدها رسول الله لقائم آل محمد عمودها من عمد عرش الله أية راية هذه هل هي راية كالرايات التي نعرفها سارية خشبية أو حديدية وفي رأسها قطعة قماش عمودها عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى هذه تقنيات عالية جدا الراية لا يهوى بها على أحد الراية تبقى مرتفعة لماذا تهوي الراية على أحد المعروف أن الراية إذا ما هوت يتسابقون لرفعها قال قلت تكون معه أو يؤتى بها قال بل يؤتى بها يؤتى بها لأن هذه التقنيات لا تتناسب مع زمان الغيبة وإنما يؤتى بها من مواضعها في السماء إلى الأرض لأننا قد دخلنا في مرحلة الظهور دقيق النظر في الرواية الإمام يتحدث عن راية لا تشبه كل الرايات في الأرض فإذا ظهر على النجف نشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى هذه أسلحة لا يمكن أن تشبه لا بالأسلحة النووية والها بغيرها هذه أسلحة جديدة غريبة من نوعها ومن طورها عمودها من عمد عرش الله وسائرها من نصر الله عز وجل لا يهوي بها إلى أحد إلا أهلكه الله تعالى قال قلت تكون معه أو يؤتى بها قال بل يؤتى بها يأتيه بها جبرائيل خادمه خادمه هذا هو خادم إمام زماننا هذا هو الرسول فيما بين إمام زماننا في مستقره الأرض وبين قواعده في السماء واضح جدا واضح جدا أن الأئمة لا يتحدثون عن عالمنا الذي نعيش فيه اليوم فهذه الحقائق له وجود لها على الأرض ونقرأ أيضا في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى أطبعة الأولى قموا المقدس في الصفحة الحادية والعشرين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الثالث بسنده بسند النعماني عن أبي حمزة الثمالي قال لي أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه يا ثابت وهذا اسمه أبو حمزة كنيته يا ثابت كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة كأني كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا يبدو أن الإمامة كان في زيارة إلى النجف سياق الكلام يشعر بهذا كأني كأني بقائم أهل بيتي قد أشرف على نجفكم هذا وأومأ بيده إلى ناحية الكوفة فإذا هو أشرف على نجفكم نشر راية رسول الله فإذا هو نشرها انحطت عليه ملائكة بدر قلت أبو حمزة يقول قلت وما راية رسول الله أبو حمزة لح يسأل عن راية كالرايات التي نعرفها واضح من سؤال أبي حمزة كان متوجها لما يقصده الإمام الباقر لأنه كان عارفا بمعارض كلامهم هذا أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه من خيرة أصحابهم ومن حملة أسرارهم قلت وما راية رسول الله السؤال واضح هو لا يسأل عن راية كالرايات التي نعرفها قال عمودها من عمد عرش الله ورحمته وسائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء إلا أهلكه الله قلت فمخبوعة عندكم حتى يقوم القائم فيجدها أم يؤتى بها قال لا بل يؤتى بها قلت من يأتيه بها قال جبرايل لأنها لا تناسب زمان الأئمة ولا تناسب زمان الغيبة لا بد من الزمن والمكان الذي يناسبها إنها مرحلة الظهور حيث تتحقق كل أحلامنا حيث تتحقق كل آمالنا إنه قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل كامل الزيارات أوثق كتبنا لابن قولوي القمي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 368 للهجرة وهذه طبعة مكتبة صدوق طيران إيران إنه الباب الحادي والأربعون إنها الصفحة التاسعة والعشرون بعد المئة إنه الحديث الخامس بسنده بسند ابن قولوي عن أبان ابن تغلب من كبار أصحاب الصادق صلوات الله عليه إمامنا صادق يقول كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض وهو بها الإمام الإمام ينتفض بدرع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها المكتوب هنا بجداجة وفي كتب أخرى بخداجة وكل هذا لا معنى له الذي يبدو لي فيغشيها بخداعة من استبرق الاستبرق هو أفضل أنواع الحرير يكون ناعم الملمس جدا وسقيلا كالمرعات وهو حرير طبيعي ونحن نعرف في أحكام دين العترة الطاهرة من أنه لا يجوز للرجال أن يلبس الحرير الطبيعي لا أتحدث عن الحرير المصنوع الذي ينتشر في زماننا ما يقال له الحرير في أيامنا هذه هو حرير مصنوع لا أتحدث عن هذا إلا إذا كان طبيعيا إنما أتحدث عن الحرير الطبيعي الذي ينسج من دود الحرير يأخذ من دود الحرير الاستبرق هو أرقى أنواع الحرير لا يجوز للرجال أن يلبسوا الحرير النساء يلبسنا الحرير هذا من شأنهن لكن الرجال لا يجوز لهم أن يلبسوا الحرير إلا في حالة الحرب في الحرب لماذا يلبسون الحرير في الحرب لأن الحرير خصوصا الاستبرق ناعم الملمس هو سقين كالمرآة فحينما تقع السيوف عليه تنزلق فلا يصاب لابس الحرير وكانوا يلبسون الحرير على دروعهم فيقال لما يلبس على الدروع من لباس الحرير بأنه خداعة يخدع العدو فهو لا يرى الدرع من تحت الحرير فحينما يضرب يوجه سيفه إلى الحرير حينئذ ينزلق السيف يشطح فلا يؤثر في المضروب هذا أمر معروف كان في ثقافة الحرب القديمة والأئمة حينما يتحدثون يتحدثون بلسان زمانهم فيغشيها يفترض بخداعة وليس بجداجة أو بخداجة كما في كتب أخرى فيغشيها بخداعة من استبرق ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ الأدهم كما بيّنت لكم قبل قليل اللون القاتم والشمراخ البياض في جبهة الفرس بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة تلاحظون هناك انتفاضة ينتفضها الإمام وهناك انتفاضة تكون من قبل الفرس الإمام صلوات الله وسلامه عليه يجري أمرا بنفسه وهذا الأمر الذي يجريه بنفسه يؤدي إلى أن الوسيلة الأجهزة التي تتحدث الرواية عنها تظهر نشاطها الإمام يبدأ بالتفعيل وحينئذ تتفعل تلك الأجهزة والوسائل كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها بخداعة من استبرق إنها وسائل تخفيه ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم قد يقول قائل من أنك قرأت الرواية قبل قليل لماذا تعيد قراءتها هناك بعض الفوارق بعض الإضافات بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة فرواية السابقة كان الحديث عن انتفاضة الفرس الكلام هنا عن انتفاضة الإمام أولا في مجال خاص به فينتفض هو بها فتستدير عليه فهذا المكان الذي فيه الإمام يتحرك يستدير على الإمام فيغشيها بخداعة من استبرق ينشط يفعل طاقة وقدرة فيها كي لا تكتشف من قبل الأعداء وبعد ذلك يكون في وسيلة ومجموعة أجهزة هي أكبر ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ هذه الجهة التي يصدر منها البث بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرونه أنه معهم في بلادها فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله تلاحظون أن الرواية هذه جمعت المطالب كلها التي مرت في الروايات السابقة وهذا ما أردت أن ألفت أنظاركم إليه من أننا لا نستطيع أن نفهم المقصود من الرجوع إلى رواية واحدة لابد من الإحاطة بكل الروايات حتى تتضح الحقائق هذه الرواية شرحت لنا الروايات السابقة إذن هذه مجموعة من الأجهزة هذه مجموعة من الوسائل والآلات فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر الله لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله فإذا هزها لم يبق مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد فهل هذه راية تتألف من سارية خشبية ومن قماشا في رأس هذه السارية فإذا هزها لم يبقى مؤمن إلا صار قلبه كزبر الحديد ويعطى المؤمن قوة أربعين رجلا يعطى بعد أن تهز هذه الراية أية راية ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره هذا هو الذي نقرأه في أدعية شهر رمضان اللهم أدخل على أهل القبور السرور هذا من أدعية الفرج لكنكم تقرؤونه ولا تفقهون معناه من الأدعية التي يستحب قراءتها يوميا في شهر رمضان اللهم أدخل على أهل القبور السرور بخروج قائم آل محمد ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره أي قدرة وأي طاقة في هذه الأجهزة أي تقنيات هذه لا نستطيع أن نتصورها مهما تخيلنا وتخيلنا وتخيلنا تلاحظون أن الحديثة لا يتعلق بأمور نحن نعرفها أكانت في الزمن الماضي أم هي توجد في زماننا الآن كأني بالقائم على نجف الكوفة وقد لبس درع رسول الله فينتفض هو بها فتستدير عليه فيغشيها بخداعة من استبرق ويركب فرسا أدهم بين عينيه شمراخ فينتفض به انتفاضة لا يبقى أهل بلد إلا وهم يرون أنه معهم في بلادهم فينشر راية رسول الله عمودها من عمود العرش وسائرها من نصر لا يهوي بها إلى شيء أبدا إلا أهلكه الله حينما يوجه طاقتها فإذا هزها باتجاه المؤمنين لم يبقى مؤمن إلا صار قلبه كزور الحديد كقطع الحديد ويعطى المؤمن قوة أربعين رجلا ولا يبقى مؤمن ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قبره وذلك حين يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم فينحط عليه ثلاث عشر ألف ملك وثلاث مئة وثلاث عشر ملك قلت كل هؤلاء الملائكة قال نعم الذين كانوا مع نوح في السفينة والذين كانوا مع إبراهيم حين ألقي في النار والذين كانوا مع موسى في الروايات السابقة لم يرد ذكر موسى والذين كانوا مع موسى حين فلق البحر لبني إسرائيل والذين كانوا مع عيسى حين رفعه الله إليه وأربعة آلاف ملك مع النبي مسومين وألف مردفين في الروايات المتقدمة لم يكن هناك تمييز بين المسومين والمردفين بينما القرآن ميز بين المسومين والمردفين الرواية هنا ميز وأربعة آلاف ملك مع النبي مسومين وألف مردفين وثلاثمائة وثلاثة عشر ملائكة بدريين وأربعة آلاف ملك هبطوا يريدون القتال مع الحسين فلم يؤذن لهم في القتال لم يؤذن لهم أبو عبد الله فهم عند قبره شعث غبر يبكونه إلى يوم القيامة ورئيسهم ملك يقال له منصور يا منصور أمت يا منصور أمت هذا الشعار الذي كان في بدر يشير إلى هذا القائد الملائكي من جملة شعارات بدر يا منصور أمت هذا الشعار الشيعة الذين الذين انتفضوا عبر التأريخ كالمختار الثقافي كانوا يحملون هذا الشعار يا منصور أمت هو من شعارات الظهور الشعارات المهدوية عند قيام إمام زماننا هناك الشعار المركزي الشعار المركزي الذي يتضمن معنى الولاية لعلي علي ولي الله هذا هو الشعار المركزي وأما شعار الحماسة والمودة يا لثارات الحسين هذا هو شعار الحماسة الشعار الحركي العسكري يا منصور أمت ورئيسهم ملك يقال له منصور فلا يزوره زائر لا يزور الحسين زائر إلا استقبلوه ولا يودعه مودع إلا شيعوه ولا يمرض مريض من زوار الحسين إلا عادوه ولا يموت ميت إلا صل على جنازته واستغفر له بعد موته وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه صلوات الله عليه الملائكة بانتظارك يا بقية الله قلوب أوليائك بانتظارك يا بقية الله هذا الظلم في كل مكان هذه البشرية البائسة بانتظارك يا بقية الله سجون الأرض مملوئة مملوئة هذه السجون هذه السجون تنتظرك يا بقية الله الجميع المجرمون ينتظرونك يا بقية الله المطيعون العاصون الجميع بانتظارك لأن الجميع يعيشون على الأمل لا يعرفونك لا يعرفونك لكنهم يعيشون على الأمل وأنت أنت الأمل يا أمل الآملين يا قائم آل محمد وكل هؤلاء في الأرض ينتظرون قيام القائم إلى وقت خروجه سلوات الله عليه ونقرأ أيضا في غيبة النعماني من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل الحديث يبدأ من الصفحة 319 إنه الباب التاسع عشر الحديث الثاني بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الإمام يقول لا يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة قلت وكم تكملة الحلقة قال عشرة آلاف جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ثم يهز زراية ويسير بها فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها في الأرض في مشرق الأرض ومغربها في بادئ الأمر فإن المؤسسات الدينية في كل العالم ستعلن حربها عليه ابتداء من المؤسسة الدينية الشعية في النجف وانتهاء بكل المؤسسات الدينية الأخرى الناس تتبع رجال الدين اليهود على دين أحبارهم وحاخاماتهم والنصارى على دين بابواتهم وقساوستهم والسنة على دين مشايخهم وفقهائهم والشيعة على دين مراجعهم والآيات العظمى وحجج الإسلام والمسلمين الذين لا يفقهون من الإسلام شيئا وما كانوا على الإسلام في يوم من الأيام ولكنهم صاروا عججا للإسلام والمسلمين ولذا فإن الجميع سيلعنون هذه الراية لكنها سترغم آنافهم سترغم آنافهم فهذا قائم آل محمد هذا ابن حيدر فلا يبقى أحد في المشرق ولا في المغرب إلا لعنها وهي راية رسول الله نزل بها جبرائيل يوم بدر ثم قال يا أبا محمد هذه كنية أبي بصير أبو بصير يكنى بأبي بصير لأنه كان ضريرا وإلا فإن كنيته الأصل أبو محمد ثم قال يا أبا محمد ما هي والله قطن ولا كتان ولا قز ولا حرير القز نوع من أنواع الحرير قلت فمن أي شيء إنهي قال من ورق الجنة نشرها رسول الله يوم بدر الأئمة يتحدثون بلسان التقريب والمدارات وهذا هو الذي أقوله دائما فهذه الأوصاف تناسب أبا بصير قال من ورق الجنة نشرها رسول الله يوم بدر ثم لفها ودفعها إلى علي فلم تزل عند علي حتى إذا كان يوم البصرة نشرها أمير المؤمنين ففتح الله عليه ثم لفها وهي عندنا هناك عندنا هناك في خزانتهم في خزانة المعصومين التي هي خزانة لمواريث النبوة ودلائل الإمامة الحديث هنا عن راية من سنخية أخرى وهي عندنا هناك لا ينشرها أحد حتى يقوم القائم فإذا هو قام نشرها فلم يبق أحد في المشرق والمغرب إلا لعنها ويسير الرعب قدامها شهرا ووراءها شهرا وعن يمينها شهرا وعن يسارها شهرا ثم قال يا أبا محمد إنه يخرج موتورا إنه يخرج موتورا ظلم البشرية لله ظلم البشرية لمحمد وآل محمد ظلم البشرية للأنبياء والأوصياء ظلم البشرية لأولياء محمد وآل محمد ظلم البشرية للمستضعفين وللفقراء وللأطفال ولكل الذين لا يملكون قوة في مواجهة الظلم يا أبا محمد إنه يخرج موتورا غطبان أسفا لغضب الله على هذا الخلق يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وعليه آثار وبقايا من دم رسول الله الذي سال في يوم أحد يكون عليه قميص رسول الله الذي كان عليه يوم أحد وعمامته السحاب هذه عمامة النبي ودرعه درع رسول الله السابقة وسيفه سيف رسول الله ذو الفقار هو سيف رسول الله وسيف علي يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر دون سنة هذه الفترة التي يجري فيها العملية الجراحية الكبرى لاستعصال الغدد السرطانية الخطيرة النجسة وأخطرها غدة النجس غدة النجس يا ويل النجس يا ويل النجس من سيف قائم آل محمد يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا يقتل كثيرين فأول ما يبدأ عند ظهوره في مكة ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله أما سراق صاحب الزمان أين تعرفونهم الواوية وين الواوية في النجس في النجس الواوية هناك فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ماذا فعلت قريش بدين الله سقيفة بني ساعدة أسستها قريش كل الذين بنيت على أكتافهم هذه السقيفة النجسة المشؤومة من قريش ثم يتناول قريشا فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف ولا يخرج القائم ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان هذه الرواية قرأتها لأجل هذه الكلمات في آخر الرواية ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان أين في واشنطن مثلا أو في الإرجنتين أو في البرازيل أو في موزنبيق أين ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة لا في بغداد ولا في الرمادي ولا في الموصل ولا في أربيل في البصرة في البصرة والكوفة في المناطق الشيعية الشيعية ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي ويل للشيعة العراق ويل لشيعة العراق لا يشترط في أن الكتب هذه تكون مطبوعة تباع في المكتبات الكتاب قد يعبر عن فتوى والكتاب قد يعبر عن بيان والكتاب قد يعبر عن اتجاه فكلمة الكتاب تعني شيئا مجموعة ولذا يقال لمجموعة الجنود في الجيش كتيبة وللمجموعات كتائب ويقال للرسائل التي تكتب على ورقة واحدة يقال لها كتب الرسالة كتاب وكل ما يكتب يقال له كتاب هذه الفتاوى التي تقول لكم بأن ذكر علي صلوات الله عليه في التشهد الوسط والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة هذا جزء من البراءة من علي هذا مصداق هذه مقدمات فإن الأمر في قادم الأيام سيكون أسوأ وأنتم من طيحة حظكم يا شيعة العراق تصفقون وترقصون لهذه الفتاوى من طيح الله عظكم هناش أكو أدمغة لو قنادر عتيقة ولكم شلون الصلاة تبطل بذكر علي شلون بأي طريقة تفكرون يا حمير لا أتحدث عن حمير الشيطان في النجر أتحدث عن الحمير الذين يقولون نحن خدام الحسين طعح اللحظكم أنتم خدام يزيد كيف تكون الصلاة باطلة بذكر علي كيف تكون ذكر علي هو طهارة الصلاة صلاتكم نجسة صلاتنا نجسة ونجاستها من نجاسة نوايانا إذا عردنا أن نطهرها فعلينا أن نذكر عليا فيها لأجل أن نطهر صلواتنا ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي نحن نحن لا نتوقع أن المراجع أو أن أحدا من الناس يقولها علنا حتى من أتباع السقيفة بني ساعد وحتى من الوهابي من أتباع ابن تيمية ذلك الناصبي اللعين لا نتوقع لا نتوقع من أحد منهم أن يعلن براءته من علي ربما يوجد فيهم من صغارهم من جهالهم من سفهائهم يقولون هذا الكلام أما من كبارهم ومن وجهائهم أبغض محمداً وآل محمد لا يوجد هكذا وإنما الناصب من نصب العداء لكم لأولياء محمد وآل محمد وهو يعلم أنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا وهذا المعنى ينطبق على نواصب الشيعة وهم النواصب الأقدر ينطبق على مراجع النجف الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هذه ثقافة العترة الطاهرة لو كان المقام يسمح لي بالتفصيل لفصلت كثيراً في هذه المضامين ولقد تحدثت عنها مراراً ومراراً وكراراً وكراراً في برامج السابقة التي تبث على هذه الشاشة والتي تتوفر أيضاً على الشبكة العنكبوتية تذكروا هذه الكلمات هذه كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي السبب أنتم السبب أنتم وخاطب شيعة العراق أنتم الذين توفرون الأرضية لهذه الفتاوى ولكتب الضلال هذا ولذا فإنكم شيئاً فشيئاً ستندفعون بعد ذلك لمبايعة السفياني الإمام السجاد هو الذي أخبرنا بذلك ومرت علينا الروايات في الحلقات الماضية نذهب إلى فاصل في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة الحادية والتسعين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الرابع عشر بعد المئتين عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه كأنني بالقائم على ظهر النجف لابس درع رسول الله فيتقلص عليه ثم ينتفض بها فيستدير عليه ثم يغش الدرع بثوب استبرق إنها الخداعة التي حدثتكم عنها ثم يركب فرسا له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ تلاحظون أن الروايات يكمل بعضها بعضا هذه الرواية تحدثنا عن طريقة البث من الشمراخ إنها الجهة المرسلة في مجموعة منظومة تلك الأجهزة كأني بالقائم على ظهر النجث لابس درع رسول الله فيتخلص عليه ثم ينتفض بها فيستدير عليه ثم يغش الدرع بثوب استبرق ثم يركب فرسا له أبلق بين عينيه شمراخ ينتفض به لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ وبسبب ذاتك النور فإنهم يتوقعون أن الإمامة موجود في بلدهم مثلما مرت الروايات لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى يكون آية له هي هذه آيته أنهم يجدونه معهم في كل بلد ثم ينشر راية رسول الله إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمخرب هل هذه راية كالرايات التي نعرفها هل أن الأئمة يتحدثون عن خيول وعن سيوف كالتي نعرفها تلاحظون أن الأحاديث مشحونة بالرموز وواضح من أن الأئمة يريدون أن يوجه أنظارنا إلى جهة أخرى من خلال القرائن اللفظية والمقالية الواضحة جدا التي يتحدثون عنها وبها في مضامين هذه الروايات وإلا ما معنى هذا الكلام لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ الشمراخ بياض في جبهة الحصان ما علاقة النور بهذا الشمراخ لأن الحديث ليس عن حصان وليس عن شمراخ في جبهة الحصان إنها تقنيات هائلة إلى الحد الذي يتوقع الناس من أن الإمامة موجود معهم في كل بلدان العالم لا يبقى أهل بلد إلا أتاهم نور ذلك الشمراخ حتى يكون آية له ثم ينشر راية رسول الله إذا نشرها أضاء لها ما بين المشرق والمغرب وماذا نقرأ أيضا إنني أقرأ عليكم من كمال الدين للصدوق إنه الجزء الثاني من المصدر نفسه الذي قرأت عليكم منه قبل قليل في الصفحة الثالثة والسبعين بعد الأربع مئة إنه الحديث الثلاث عن المفضل بن عمر عن أبي بصير عن إمام الصادق صلوات الله عليه إنه إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها مثال قريب في أيامنا هذه حينما أطلقت إيران طائراتها المسيرة باتجاه إسرائيل أول دولة عرفت بهذا الولايات المتحدة الأمريكية عبر أقمارها الصناعية وأجهزة رصدها من اللحظة الأولى وقد أطلقت الطائرات المسيرة والصواريخ من إيران ليلا في الظلام في الظلام الحالك الأقمار الصناعية الأرض الكرة الأرضية مكشوفة عندها الأقمار الصناعية هي التي تشخص المواطن التي يتوفر فيها النفط تكتشف آبار النفط في زماننا من خلال الأقمار الصناعية وهي في الفضاء تشخص مواطن وجود النفط الأقمار الصناعية وهي في مداراتها في الفضاء تحلل مياه البحار والمحيطات وبنسب دقيقة تشخص مقادير المعادن والأملاح في تلك المياه هذه الصورة تقرب لنا الموضوع الذي تتحدث عنه هذه الرواية مع أن الرواية تتحدث عن شيء هو أعظم وأعظم من هذا الذي ضربته لكم مثالا إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض الحديث هنا عن الأرض بأجزائها وليس عن صور وليس عن تحليل على البعد هذه تقنيات وإمكانات لا نستطيع أن نتصورها ولذا فإن الإمام سيقوم بترقية العقول كي تستطيع أن تصدق ما ترى كي تستطيع أن تتحمل ما ترى وأن لا تعتقد بالإلوهية في إمام زماننا أو أنها تصبح كسيحة لا تستطيع أن تتحرك وأن تتفاعل مع شؤون الحياة لو وعث إنسان الآن من قبره ممن مات قبل قرنين من الزمان قبل مئتي سنة هل يستطيع أن يفهم شيئا مما يراه من حركة السيارات في الشوارع ومن حركة الدراجات البخارية أو ما يراه من الطائرات في المطارات أو أو هل يستطيع أن يفهم شيئا من ذلك هل يفهم شيئا حينما يدخل إلى بيت من البيوت ويرى هذا الكم الهائل من الأجهزة على اختلاف أنواعها هل يفهم شيئا منها هل يستطيع أن يتواصل معها سيصبح كسيحا سيصيبه اليأس ستهيمن عليه الكآبة لا يستطيع أن يعيش في هذه الأجواء هكذا سيكون حالنا ولذا نحن بحاجة إلى ترقية العقول وتكميل الأحلام والأخلاق وتوسعة دائرة المعلومات وهذا لا يتكامل إلا عبر التغير الهائل في منظومة الزمن وحينئذ ستتغير حركة الأفلاك ومواقع الأجرام السماوية سيكون هذا أمرا عاديا إذا تناهت الأمور إلى صاحب هذا الأمر رفع الله تبارك وتعالى له كل منخفض من الأرض وخفض له كل مرتفع منها حتى تكون الدنيا عنده بمنزلة راحته فأيكم لو كانت في راحته شعرة لم يبصرها هذا هو المشروع المهدوي الأعظم ماذا نقرأ في غيبة الطوسي وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي إنه محمد ابن الحسن الطوسي مؤسس المذهب الطوسي أسس مذهبه الطوسية النجفية المرجئية البتري سنة أربعمية وثمانية واربعين للهجرة وتوفي الطوسي هذا سنة أربعمية وستين للهجرة في صفحة السادسة والثمانين بعد المئتين عن المفضل ابن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها وفي رواياتنا وأحاديثنا فإن رب الأرض هو وإمامها وإمامها إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها بنور قائم آل محمد واستغنى الناس هنا في هذه الرواية واستغنى الناس في نصوص أخرى واستغنى الناس عن ضوء الشمس والقمار ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى هذا الكلام إما هو تقريبي يناسب الثقافة البدوية لأن البدو لأن الأعراب لا يحبون الإناث لا يحبون البنات وحكاية العرب مع البنات طويلة يريدون أولادا لأنهم يعيشون دائما في حالة حرب وغزو ونهب هذا هو حال العرب فهذه ثقافة بدوية وإلا فإذا ولد له ألف ولد ألا يريدون أن يتزوجوا من أين يتزوجون فإما أن الكلام جاء بحسب ثقافة ذلك الزمن الذي يتحدث فيه الإمام وهو في هذا يشير إلى أن الأمور ستكون في زمن الظهور بحسب ما يريد الناس وإما أن المراد من أن الذي يريد ذكورا من دون إناث سيرزق والذي يريد إناثا من دون ذكور سيرزق أيضا والذي يريد ذكورا وإناثا سيرزق أيضا ما هي مشارب الناس مختلفة وأنتم تعرفون هذا هناك من يحب البنات وهناك من يحب الأولاد الذكور وهناك من يحب الإثنين فهذا مصداق للذي يريد ذكورا من دون إناث ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب كم سعة هذا المسجد إذا كان عدد الأبواب يصل إلى الألف ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة الحيرة منطقة معروفة في العراق وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء البغلة السفواء هي البغلة السريعة جدا يريد يريد الجمعة في هذا المسجد فلا يدركها للإزدحام الهائل هذا المسجد سيكون ممتدا ما بين النجف وكربلاء في هذه الأرض الممتدة ما بين الكوفة والنجف وكربلاء إن قائمنا إذا قام أشرقت الأرض بنور ربها واستغنى الناس ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر لا يولد فيهم أنثى ويبني في ظهر الكوفة مسجدا له ألف باب وتتصل بيوت الكوفة بنهر كربلاء وبالحيرة حتى يخرج الرجل يوم الجمعة على بغلة سفواء يريد الجمعة فلا يدركها نذهب إلى فاصل مجموعة الروايات التي تلوتها عليكم من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة كانت تدور مضامينها بنحو إجمالي فيما يرتبط بشؤون القيادة الفائقة ففي كل رواية من الروايات المتقدمة قد ذكر شأن من شؤون هذه القيادة الفائقة ذكرت مطالب أخرى تفرعت على ذلك الشأن لكن الروايات بأجمعها التي تليت عليكم كانت تتحدث في هذه الأجواء في أجواء القيادة الفائقة ومثل ما بينت لكم في أول الحلقة فإن الأحاديث جاءت بلسان المدارات والتقريب فشأن إمام زماننا أعلى بكثير من كل هذا الذي تحدثت عنه الروايات الشريفة أنتقل إلى العنوان الثاني إلى البرنامج الفائق نحن نتحدث عن مرحلة الظهور في صورتها الفائقة العنوان الأول القيادة الفائقة العنوان الثاني البرنامج الفائق إنه المثال المستأنف الذي حدثتكم عنه في الحلقات الماضية هذا هو البرنامج الفائق الروايات حدثتنا عن بعض من تطبيقاته أقرأ عليكم على سبيل المثال ما جاء في غيبة النعماني في الصفحة الخامسة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الثلاثون بسنده عن حمران ابني أعين عن إمام الباقري صلوات الله عليه كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه إنه مضرج بدمه هذا هو دين العترة الطاهرة لقد مزقوه لا أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة القوم لا علاقة لهم بذلك القوم برآء من ذلك الذين مزقوه الواوية البن نجف واوية النجف الطوسيون اللعناء البتريون المرجعيون هؤلاء هم الذين مزقوا دين العترة الطاهرة وأعتقد أنني قد أثبت هذا في برامجي بمئات من الساعات ومئات من الوثائق والحقائق والأدلة التي لا يستطيعون إنكارها ولا يتمكنون من تكذيبها كل الحقائق تعرض على هذه الشاشة وكل الحقائق قد بينت وشرحت وأثبتت في برامج الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية الذي يبحث عن الحقيقة بإمكانه أن يصل إليها كأنني بدينكم هذا لا يزال متخطخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت إنه قائم آل محمد فيعطيكم في السنة عطاءين هذا العطاء السنوي كان في الأزمنة السابقة يعطى مرة واحدة القضية لا تقف عند هذا التحديد لكن الأئمة يتحدثون بلسان يكون قريبا من زمانهم ومن ثقافة عصرهم فيعطيكم في السنة عطاءين لأنهم كانوا يعطون للناس في السنة عطاء واحدا فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين كانوا يعطون راتبا واحدا وإلى يومنا هذا لكن الإمام يعطي راتبين في الشهر والكلام تقريبي فإن القضية ستكون أوفر وأكثر وأعظم من ذلك كأنني بدينكم هذا لا يزال متخطخضا يفحص بدمه هناك بعض الشركات في الدول الغربية لأجل أن تنظم أمور موظفيها فإنها تقسم الراتب نصفين تعطي نصفا منه في أول الشهر وتعطي نصفا ثانيا في وسط الشهر حتى تكون الأموال متوفرة لدى موظفيها طيلة الشهر لأجل أن تكون حالتهم النفسية هادئة حتى يستطيع أن يعمل بشكل صحيح لكن الإمام لا يتصرف بهذه الطريقة بحسب الرواية إنما يعطي راتبين كاملين كأن بدينكم هذا لا يزال متخطخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين وتؤتون الحكمة في زمانه إمام زماننا في زمان الغيبة كان يسقي أولياءه كؤوس الحكمة صباحا ومساء فكيف الحال في زمن الظهور وكل شيء قد تغير إنها دولة محمد وآل محمد والعقول قد ترقت والأحلام قد ارتفعت والأخلاق قد تحسنت والعلم قد انتشر وتؤتون الحكمة في زمانه حتى أن المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن العلم سيكون منتشرا في كل مكان بينت لكم حينما حدثتكم عن أن برنامج الإصلاح المهدوي يتبنى أسلوب أسلوب تشفيف منابع المعصية ومن أهم منابع المعصية والجريمة الجهل فلا بد من تشفيفها والقضاء عليها حيث تؤسس منابع للعلم في جميع الاتجاهات وبكل الإمكانات ولذا فإن الأئمة يحدثوننا بهذه الأحاديث على نحو التقريب الحكاية لا نستطيع أن نتخيلها حتى ندركها وحتى نعيش أيامها في المصدر نفسه في الصفحة الرابعة والتسعين إنه الحديث الثالث والعشرون أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا عن رسول الله من أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال له يا علي يا علي الأئمة الراشدون المهتدون المعصومون من ولدك أحد عشر إماما وأنت أولهم آخرهم اسمه اسمي يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يأتيه الرجل والمال كدس الأموال مكدسة عند الإمام يأتيه الرجل والمال كدس فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ خذ من دون حساب يأتيه الرجل والمال كدس فيقول يا مهدي أعطني فيقول خذ في بحار الأنوار في الجزء الثاني والخمسين من طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان والبحار معروف لمحمد باقر المجلسي في الصفحة التسعين بعد الثلاثمائة من الحديث الثاني عشر بعد المائتين عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق هؤلاء من الراجعين هؤلاء من الراجعين إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة من ظهر الكوفة من مقبرة النجف سبعين ألف صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره ويرد السواد إلى أهله ويرد السواد إلى أهله المراد من السواد أرض العراق فأرض السواد أرض العراق فإنه يرد الأرض إلى أصحابها لأن الظلم يكون متفشيا ومنتشرا ويرد السواد إلى أهله هم أهله هم أهله أهل السواد وهذا العنوان في أحاديث أهل البيت حينما يتحدثون عن أهل السواد في العراق يتحدثون عن شيعتهم لا عن الشيعة البتريين لأن الشيعة العباسيين قد تملكوا كل شيء وهذه إشارة واضحة من أن العباسيين وشيعتهم سيأكلون كل شيء سيبلعون كل شيء في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا إذا ظهر القائم ودخل الكوفة بعث الله تعالى من ظهر الكوفة سبعين ألف صديق فيكونون في أصحابه وأنصاره ويرد السواد إلى أهله هم أهله ويعطي الناس عطايا مرتين في السنة ويرزقهم في الشهر رزقين ويسوي بين الناس حتى لا ترى محتاجا إلى الزكاة ويجيء أصحاب الزكاة بزكاتهم إلى المحاويج من شيعته المحاويج إنهم أصحاب الحاجات إلى المحاويج من شيعته فلا يقبلونها فيصرونها يجعلونها في أكياس ويدورون في دورهم فيخرجون إليهم فيقولون لا حاجة لنا في دراهمكم ويجتمع إليه أموال أهل الدنيا كلها من بطن الأرض وظهرها فيقال للناس تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام وسفكتم فيه الدم الحرام وركبتم فيه المحارم فيعطي عطاء لم يعطيه أحد قبله نحن في الزمن الفائق نحن مع القائد الفائق نحن في ظل البرنامج الفائق نحن في مرحلة الظهور في صورتها الفائقة وماذا أيضا هذا هو كتاب الاعتقادات للصدوق وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام الهادي صلوات الله عليه صفحة 113 عن إمامنا الصادق صلوات وسلام على صادق العترة الطاهرة إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة في عالم الأظلة قبل هذه الدنيا إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخى بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة العلاقات ستختلف هذا جزء من منظومة العلاقات الفائقة وسيأتينا الحديث عن ذلك نحن الآن بصدد الحديث عن البرنامج الفائق هذه بعض ملامح البرنامج الفائق إن الله تعالى آخى بين الأرواح في الأظلة قبل أن يخلق الأجساد بألف عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت ورث الأخ الذي آخ بينهما في الأظلة ولم يورث الأخ من الولادة إنه كتاب جديد أمر جديد المواريث التي في كتابنا القديم سوف لن تشتغل في ذلك الزمن الجديد ونقرأ أيضا لتوضيح هذه النقطة ما جاء في كتاب فضائل الشيعة للصدوق إنه الحديث الحادي والعشرون بحسب تسلسل الأحاديث في هذا الكتاب بسنده بسند الصدوق عن معاوية الدهن قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه جعلت في ذاك هذا الحديث الذي سمعته منك ما تفسيره قال وما هو قلت إن المؤمن ينظر بنور الله فقال يا معاوية إن الله خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته واتخذ ميثاقهم لنا في الولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة إنما إنما ينظر بذلك النور الذي خلق منه هذه أنوار ورحمة حقيقة محمد وآل محمد فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه هذا هو نسب المؤمنين في الدولة المهدوية القائمية ولذا فإن التوريث سيكون على هذا النسب فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه الرحمة وقت الحلقة صار طويلا لكنني حاولت أن أستعجل في عرض هذه الأحاديث وهذه الروايات بخصوص هذين العنوانين العنوان الأول القيادة الفائقة العنوان الثاني البرنامج الفائق هذه بعض ملامح هذين العنوانين في هذه الروايات التي انتقيتها لكم من أعداد وفيرة من الروايات والأحاديث العم الأغلب من هذه الروايات والأحاديث إن لم تكن بقضها وقضيضها فإنها ضعيفة لا يؤمن بها واوية النجف أولئك الثولان الغبران الذين مزقوا دين العترة الطاهرة بقذارات المنهج الطوسي النجس عبر علم الرجال وعلم الدراية وعلم الحديث وعلم أصول الفقه وعلم الكلام إلى سائر الركام الخرائي الطوسي نلتقي غدا إن شاء الله على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أتحدث عن الطوسيين البتريين اللعناء الذين دمروا دين العترة الطاهرة بمنهجهم القذر بتريون هم والهوى بتري لعين قذر نجس أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله